بوتشا، مدينة جديدة تصدرت مشهد الحرب في أوكرانيا وبعثرت كل جهود التسوية المبذولة منذ أسابيع فهذه الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم دفعت كييف ومن ورائها الغرب لتوجيه أصابع الاتهام لروسيا بارتكاب إبادة بشرية في المدينة روسيا ضحضت كل الروايات ورفضت عن طريق الكريملن الاتهامات الأوكرانية والغربية بشأن مسؤوليتها عن أحداث بوتشا كاشفة أن الخبراء وجدوا دلائل على تزوير وتلفيق للفيديوهات المنتشرة بينما امتنع المتحدث باسم الكريملن عن التعليق على تأثير الأحداث في بوتشا على مسار المفاوضات مع أوكرانيا نحن نرفض بشكل قاطع أي اتهامات بارتكاب هذه الأمور بل نطالب بمناقشة هذا الأمر في مدلس الأمن نحن نطالب بهذا ونعلم أن هذا الطلب تمت عرقلته لكن دبلوماسيون سيواصلون جهودهم النشطة لمناقشة هذا الموضوع في مجلس الأمن أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فجزم أن ما جرى في بوتشا يعد هجوما ملفقا يهدف إلى تقويد موسكو محذرا من أن مثل تلك الاستفزازات تشكل تهديدا للسلم الدولي نشهد منذ أمس سيلا من الأخبار المزيفة بشأن بوتشا كل هذا التزييف ظهر بعد أن غادر الجيش الروسي المدينة وفق الخطة والاتفاقات هم انتظروا لعدة أيام وقاموا بتصوير مقاطع وهمية للممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين ونشروها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لافروف طالب بريطانيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل بالاتلاع بمسؤولياتها بعد أن رفضت طلبا روسيا لعقد اجتماع بشأن ما جرى في بوتشا اتهامات كييف لموسكو بتنفيذ عمليات قتل جماعي ردت عليه كذلك وزارة الدفاع الروسية التي أكدت عدم تأذي أحد من السكان المحليين خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة